موسيقى حياكم الله من يديد ما زلنا مستمر معكم في صباح الشارقة مشاهدين ظل المسافر وعلى مدى التاريخ يحتاج لمن يوفر له ولدابته أو مركبته الراحة من عناء السفر لانحصر مفهوم الراحة في يومنا الحاضر بمكان اسميناه جميعاً بالفندق وحول التطور التاريخي لصناعة الفنادق يسعدنا تواجد الأستاذ نبيل بعيون مدير عام مجموعة بريمير الفندقية بإمارة الشارقة حياك الله معنا وصباح الخير أستاذ صباح النور أستاذ في البداية يتكلم كيف البشرية تعرفت على مفهوم الفندق والشعوب السباقة في إنشاء أول فندق أو في فتاح أول فندق حكاية الفندق حكاية قديمة جداً تحكي لألاف السنين عرفها الشرق القديم ومرت بأيام الأغريق والروماني اللي حطته القوانين والأسس لها الصناعة أول ما بدأ الإنسان يتنقل بعيداً عن مكان إقامته لمسافات طويلة وبطريقة إنه ما قدر يرجع على مسكنه بنفس اليوم اضطر يدور على مكان يقوي بالليل ويباد فيه فابتدت فكرة الإيواء من هاي المرحلة هاي تطورت باستمرار مع مرور الزمن الأصل أو وين أو من من الشعوب اللي طور الفنادق هي ابتدت طبعاً في الشرق نحنا متل ما بدأت كل شيء بالشرق فابتدت هي طبعاً بالشرق من حكم التجارة بين المدن في الشرق القديم كان يكون فيه نوع من استراحات تبعت حوالي مسيرة يوم عن المدن كانوا المسافرين أو التجار يرتاحوا فيها خلال سفر عبارة عن استراحة عبارة عن استراحة تقويهم بس ليبادوا في الليل أو تاني يوم يستمروا في السفر طبعاً فهون يعتبر هنا أول ناس تدو إيشة فكرة الفندق الفندق أو مكان الإيواء للمسافرين يعني مقارنتين بالبيوت إذا نتكلم عن الماضي نشوف أن البيوت كانت بسيطة يعني من العريش أو حتى من الأحجار فبالنسبة للفنادق أول ما تم إنشاء هذه الفنادق شو المواد اللي يستخدموها فيه هذا البناء هو كان بناء بسيط جداً عبارة عن فناء الوسط تحيط فيه غرف الغرف هذه ما كانت مفروشة ما كان فيها فرش ما كان فيها أي زاد يعني كان المسافر هو يجيب متاعه معه ويفروش ويرتح فيها فكانت هي عبارة في البداية كانت ضم مقابل فقط للإستراحة والإستمرار وعادة ما كانت تكون قريبة من منابع المياه اللي كانت موجودة في المناطق في شرق البحر المتوسط نعم جميل نتكلم عن الطفرة اللي صارت هو التطور الكبير اللي لحق هذا القطاع يعني هو يعتبر قطاع كبير قطاع الفنادق نتكلم عن التطور ما بعد يعني هذا الفنادق اللي كان يستقبل نزلاء ويعني الناس اللي كانت في عمليات التجارة مثلا أو الترحال نتكلم عن في زمننا الحالي كيف وصلت الفنادق والتطور اللي حقها بداية هي التطور اللي حصل حصل ببداية الألف وتسعمية يعني من حوالي بالقرن أو أواء القرن الماضي نعم لما صار في نوع تطور بالوسائل النقل نعم صار في تطور بطرقات والمواصلات صحيح وجود السيارة وجود الطائرة وجود البواخر الأتسرادات والشوارع الكبيرة فعملية النقل صارت أسهل فعملية السفر صارت للناس عملية أبسط وأسهل فطبعا القطاع بلش يتطور من هالخان اللي عم بيحنا نحكي عليه أو هالفناء أو هالذا لبناء يحتوي على غرف أكتر فبلشت القصة تتطور صار للناس بحاجة لمسيحات أكبر وعدد غرف أكتر صحيح فبلشوا الناس اللي هن يديروا هيدا المكان اللي كان هو مكان يديروا عائلات يستعينوا بأشخاص من بره لا يساعد وهنا نبتدى كعملية تطور إذا بدك المهنة الفندقة تخصصات بالحلق بزائد أنه تغيير الاقتصاد اللي كان يعتمد على الصناعة والزراعة بالأساس دخل عليه عنصر أو قطاع الخدمات صحيح الخدمات اللي هو نحن عم نحكي اتصالات عم نحكي مستشفيات عم نحكي بنوك طلعات قطاع هذا من ضمنه كان قطاع السياحة أو قطاع الفندقة صحيح فابتدأت المستثمرية تستثمر أكثر وأكثر صحيح وابتدأت الفنادق تبتعد عن مداخل المدن أو عن الموانئ أو تطلع برات المدن صحيح وابتدت الناس تطلباتها تصير أكثر صح صح صاروا يفكروا باتخلنا على منتجعات صار في عنا أشياء كثيرة وخدمات كثيرة بالضبط فطبعا المستثمرين استغلوا حاجة الناس وابتدوا يطوروا بالفنادق لا حد ما نحصلنا اليوم حتى استاذ قاعد نشوف تخصص الفندقة والسياحة كان من التخصصات المرغوبة جدا في أواء التسعينات لأنه كان في تطور يلحق هذا القطاع الكبير وما زال القطاع هذا بدأ يتطور من كذا ألف سنة وما زال يتطور هذا القطاع يضمن كل القطاعات الثانية ممكن تكنولوجيا أو قدرات بشرية فطبعا ما لدينا اليوم في طلب للكوادر المهنية لهذا القطاع وما زال هذا القطاع في نمو مستمر وتطور مستمر صحيح جميل بما أن اليوم في فقرة أصل الحكاية نتكلم عن الفنادق نتكلم عن الخدمات شويا صالت الضوء على الخدمات التي كانت تقدمها الفنادق في الماضي وكيف تطورت هذه الخدمات والمرافق حتى التي تتواجد في هذه الفنادق إذا نرجع نحكي موضوع الخنات التي كنا سميها خنات في البداية التي كانت توفر المنامي للمسافر وكانت تحتوى على استبلات لراحة الدواب التي كان يسافر عليها فقط هذا الباسيك تطورت بقانية صارت تتأمن نوع من الأكل والشرب بعملية ضيئة جدا لما إلها الخيانات تبتدت تصير أقرب للمدن أو بلش تنبنى داخل المدن ابتدت الناس يكون عندهم متطلبات أكتر فابتدت العملية تاخد عملية أوسع غير بس طعام وشراب صار في عملية نوع من الترفيه بالخيانات عند العرب ارتبطت الخانات أكتر شيء مثلا بالحمامات صحيح فكان إذا تلاقي بدول الشرق دائما الخان أو المكان الذي كان يقوي فيه كان دائما يكون فيه نوع من حمامات العربية المعرفة صحيح شيء للسهر شيء لله يعني إذا بنتكلم عن الماضي في مجال الفنادق نرى أن الناس كانت تتم يومين ثلاثة يام على حسب السفر يعني على حسب سفرها من منطقة إلى منطقة ثانية لكن اليوم لا نرى مع هذا التطور الناس قامت أخذ هذه الفنادق وتسكن فيها يعني عادي يمكن شهور أكثر منه اليوم نحن في بصناعة الفندوقية وصلنا لمرحلة بالفنادق العالمية الدخمة نعم نحن نحن بألاف الغرف صحيح هذا تعتبر مدن بحد ذاتها نعم النازيل ممكن يقعد بهذا الفندوق أسبوع ما يضطر يطلع برات الفندوق هي صح كل شيء متوفر كل شيء صحيح فقط القطاع الخدمات بالفنادق كبير جدا نعم وما زال يتوسع صح جميل أستاذ نتكلم عن موضوع النجوم يعني تصنيف الفنادق حسب النجوم نجمة 2, 3, 4, 5, 6, 7 فنتكلم عن هذا التصنيف كيف ظهر او شو السبب يعني من وراء ظهور تصنيف الفنادق ظهوره يعود كمان لبداية الكرن الماضي نعم لما نشط السفر عبر الأطلسي بين الكارة أمريكانية والكارة الأوروبية وابتدوا الأفرياء يتنقلوا بالسفر نعم هالأناس هذول كان عندهم مطلبات خاصة صحيح فابتدت المستثمرين أو أصحاب الفنادق يعملوا أو يبنوا أشياء خاصة للناس الأثرياء اللي قادرين يدفعوا تمن هالخدمات الخدمة اللي يتقدم يعني مقابل الخدمة نعم فابتدى يبان نوع من الفرق بين الفنادق وابتدت أن الناس تسأل أو نوع من إنكوايري أنه أنا ما بدي أتالب بدي أتالب هالمواصفات فابتدت عملية المواصفات اللي بدي أذكره هوني أنه ما في بالعالم قانون واحد للتصنيف يعني كل دولة بالعالم إلها قانون معين قانونها المعين بتصنيف الفنادق حلو 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 حسب اقتصادها حسب نمو السكاني حسب الأماكن اللي عندها يعني أكيد يعني موكع الأتال الخدمات اللي قدمها الأتال الفرشل أو الديزاين إذا أريدك طبعا الفنادق ديما نبتعكس حضارة البلد أو تقدم البلد صحيح بقدم تكون هالفنادق فيها كبيرة بقدم عندها الخمس نجوم أو سبع نجوم مثل ما نتضلوا صحيح بيعكس قديش حضارة البلد أو نموه البلد أو اقتصاد البلد بشكل عام ننتكلم شوي يعني ما نتكلمنا عن تاريخ الفنادق في العالم نتكلم عن الفنادق في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة بشكل خاص وكيف اتطورت هذه الخدمات أو هذه الفنادق والخدمات اللي تقدمها الفنادق الموجود في الشرق فيه فنادق قديم جدا صح يعني في الفنادق المازالت تعمل اليوم بالشرق عمرها 40 سنة ماشاء الله وتعمل بامتياز الحمد لله السياحة بالشرق سياحة الحمد لله الحمد لله لا مستمر طب طبعا طبعا بهمة الشباب بغية الماء السياحية باستمرار يحاولوا يروجوا يشتغلوا يصبقين بتطوير هذا القطاع في الشارقة الشارقة مقصد لكثير من الجنسيات والسياحة اللي جايين خاصة للسياحة للسياحة للسمتاع بالبلد حلو أو اللي جايين حتى بزنس حتى اللي جايين للعائلات نعم فبتلاحظ أنه في عندك تنوع لكل شرائح المجتمع أو المجتمع السياحي نعم في عندك الفنادق الموجودة على الساحل نعم شغالي باستمراره على اللجر على البحر على الناس الجايين نشاطات البحرية بالضبط القطاعات الداخل المديني كمان يشغالي على الناس اللي عم تيجي تشتغل اليوم أصدها البزنس أو حتى أحيانا بيجوفوا شوپنج طب صح ليه غرر معينة غرر معينة بيستعمدوا الشارقة الفندية بالشارقة شغالة بشكل كمان حلولة أنه الشارقة هي عم تستقطب بطير عائلات طب بشكل عام جو الشرقة جو عائل نعم نعم طبعا العائلات خاصة المحافظة بتفضل كثير تجدسكم في الشارقة حتى الجو العام بناسبها نعم طبعا هذا كمان تطاعة يزيد وعن بينما يستقبل كذلك في بعض الفنادق يعني اللي قاعد نشوفها في مارة الشارقة مثلا أحد الفنادق الجديدة اللي موجودة في المنطقة القديمة في قلب الشارقة وجارية كد العمل عليها من قبل شروق كذلك تتميز بالطابع التراثي الجميل وكأنك تعيش في بيت قديم إماراتي يعني من جهة الخدمات اللي راح تقدم نتكلم أستاذ قبل أن نختم الحلقة عن دور الفنادق يعني في تعليم سياح بالثقافة الإماراتية وكذلك العادات والتقاليد الإماراتية شوف سياح بس يوصل على البلد اللي قصده فيه يوصل الإمارات نعم عم يجي من المطار لا يوصل للفندق الفندق عم بيكون احتكاكه مع الناس مع أشخاص عايشين بالبلد عم بطريقة أو بأخرى عم بوصلوله أجواء البلد أو شو الثقافة الموجودة في البلد نعم صحيح بشانيك الفندق يعتبر أول كونتاكت بيصير بين الزهون وبين العاملين لا يعرف ما في البلد نعم صحيح الموظف الموجود في الفندق هو يعطي الإرشادات وين يروح وين يجي هذا أهم شيء اختيار الفندق المناسب هذه نقطة جدا مهمة نحن نعذرك على المقاطع أستاذ نبيل شكرا لك وما قصرت على هذه المعلومات شكرا لكم كل شكر والتقدير مرة أخرى لأستاذ نبيل بعيون مدير عام مجموعة بريمر الفندقية على هذه المعلومات القيمة إذا مشاهدين إلى هنا وصلنا لختام مشوار صباح الشارقة لهذا اليوم لنتقيكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة في نفس التوقيت تقبلوا تحياتي وتحيات طاقة من العمل إلى اللقاء نشوفكم باشر مشاهدين إن شاء الله في نفس التوقيت بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر